أعلن دول الجزائر صفيا في غولي عن قراره بالبقاء في نادي غالة السرائي وعدم مغادرة النادي حتى نهاية عقده سنة 2022 مضيفا بأنه لن يتنقل لأي بطولة خليجية مثلما تدولته بعض وسائل الإعلام كما ضف في غولي في تصريح لصحفة التركية بأنه لن يقترب الأموال والعروض الكبيرة التي تصله مفضلا الاستقرار في تركيا ولعب المنافسات الأوروبية كل موسم مع فريقه غالة السرائي